اشتركوا في القناة بعدد من المباريات وصلت لخمسين في المائة من إجمال المباريات يعني 16-17 مباراة من أصل 34 مباراة بتلعب كل 48 ساعة مع ضغوطك الخارجية سواء كانت الدورية أبطال أفريقيا أو كاس العالم الأندية لعيبة منتخب أولمبي بيتمي استدعبك بانضاموا المنتخب الروحي وبعد كده يعني ييجوا على سنة تلعب مباريتين بس يبقوا ثلاثة مايبقواش مباريتين وبعدين لما يخرجوا من البرازيل في الساعة واحدة الظهر مثلا مباراة كانت بتوقيت توكيو فتخلص الساعة واحدة يجيك الساعة اتنين جواب ان انت هتلعب بعد يومين أصلا ده هم هلسه جعين بكر بالليل ولا كده كده مش هيلعبوا فانت بتلعب في فترة هي النهائية واللي فعل خلاصة ما اعترضوش انتوا على اي حاجة من دي احنا اعترضنا طبعا بالتأكيد بس انت في النهائية كنت خلاص بيجيلك جدول هتقول مش هلعب لازم تلتزم به هتلتزم به فحاجات ما كانتش صراحة على يعني دي لو قرار التاني هتوافق عليها لا طبعا ما احنا قلنا كده احنا قلنا في بداية الموسم من الكلام ده وانا قلته يعني حتى في اجتماع اتحاد الكرة والمندومين عن الاندية ودي كانت حاجة مش من الحاجات اللي كويسة مش الوحشة نعم مش وحشة يعني السنة اللي فاتت لما عرضوا بموضوع ان في ايام الولمبيات ممكن النادي الاهلي يتأثر وكده فقولترهم مفيش مشكلة احنا ممكن ساعات هنلعب حاجة بالتنصيق معاكو ومعندلاش ازمة لو كل ده مش على الفرق كلها تمام اكتر فرقة اضرت مش على الفرقة كلها بقى اكتر فرقة اضرت هو احنا تمام ايه كان سبب خسارة الدورة الآن واحنا من الاسباب الكبيرة جدا ضغط المباريات مش هتكلم على حكامه والحاجة عشان محدش ياخد تصرحاتي بينقلها يعني او يحرفها لكن واحدة من الاسباب الكبيرة جدا ضغط على العيبة وفي اصابات وفي راجع من كاس عالم الاندية وعلي راجع بطولة افريقيا وبعدين خشت على الدور العام وبعدين تفصل تاني مش عارب تلعب السوبر كل دي كلها ضغط طبعا ضغط ما بعده ضغط فحاجات من الحاجات اللي اثرت علينا جدا فاكتماعا اتحاد الكورة تاني مرة بقى ساعاتها كنت انا ممثل للنادي في الاجتماع تاني مرة قبل الموسم ده ما يبدأ قلتولهم اعملوا اللي انتوا عايزينه بس احنا مش هنلعب مش هنلعب الا لو كل الاطراف بنفس المعدل الزمن بتاعنا طبعا ما فيش حد ما فيه عدالة عشان يبقى فيه عدالة اعتقد ان ده ابسط ابسط الحقوق ولو جالي جدول ولو جالي جدول مغير اللي احنا بنقوله ده انا هسجل الكلام ده يعني انا هسجل الكلام ده لانه في الاول والاخر هيكون عندي مرضود خلال الموسم لو جالي جدول المغير اللي انا بقوله ده تمام اتنين مش هنل واحد اللي بلعب في افركيا اسوال حجة بتقول ايه يعني ده من يدولك حجة ايما انت مش انت لا بس احنا يعني الحمد للفضل وربنا احنا الفرق اللي حالي لو كنت بتوصل لأ ثانية واحدة بقى تعالي بقى هنا عشان دي نقطة برضو استعرضتها في الموضوع انت لو عايز تضغط لما تضغط في الاول وانت عندك اربع فرق بتلعب بالزبط كده لما تضغط في الاول هو انت بتستنى لحد ما نوصل لحد الاخر وبعدين تضغطني الواحد يعني في الاول الاربع فرق لما يجي العبو في افريقيا فيديلك الفرق الزمني بين المحلي والافريقي يبقى اسبوع تمام لما كله يطلع وتبقى انت الوحيد يعمل لك كل 48 ساعة ما تعمل حضرتك الاربع فرق كل 48 ساعة في الاول ما هم داخلين فهي من حقك دي نقطة في المتالة الامية طبعا من عشان كده اصدت من السؤال ده في المتالة الامية فقلت لهم طيب تفضل قلت لهم الحتة دي يعني هنوافق لو كل سواسية لو عايز تضغط اضغط من الاول والناس موجودة في افريقيا مش تستنى لحد الناس ما تطلع وبعدين تضغطني تقول لي ما انت اللي مكمل في افريقيا كلمة حق مراد بها بطل تماما يعني انت عشان تعمل ميزان عدل خلاص ما انت عندك اربعة مشاركين اصلا كان رضوهم ايه عليك اه لا الناس كانت متجابة اه انت شاف ربطة الاندية للمحترفين دي دي فكرة نكحة اه طبعا يعني اتمنى كمان انه يتم يتم كل شوية هيجيلك حاجات يتم فيها تعديل الافكار على مستوى الادارة كابتن مصطفى نعم على مستوى الادارة مش ممكن تبقى موجود بنفس فكر سنة سبعين طبعا انت اخد المبدأ ما يتغيرش لا يتجزق ولا يتغير لكن التفكير نفسه لازم يتغير لازم يواكب الاحداث طيب انت الوقت بالنسبة ربطة الاندية للمحترفين انت موافق ان يبقى لجنة الحكام مع اتحاده كورة وربط الاندية بقى معها الدور العام والاندية لا انا اشوف ان الحتة التحكمية دي اساسا يعني على عين وراس وكل حاجة لكن فيها مشاكل كتير اه فيها مشاكل وفيها مجاملات كتيرة اه طيب كنت عاوز اسألك سؤال وتجاوبنا هي بكل صراحة زي ما انت متعود معنا انت فيه قرار اخدت وندمت عليه او انت لعيب كنت تحب تتظلم تاخد حقك وتدي حقك في المال لا ممكن انا اسف يعني ممكن اعدلها شوية ممكن قرار اكون غلط فيه لكن ندمت عليه ندمت عليه بقى انا كنت قاصد حاجة كنت قاصد حاجة يا شخصية وانا عمري في حياتي بعمل من كلا خالص والله خالص عمري باخد حاجة ابدا ابدا بشكل شخصي نهائي يعني لو خدت خصمي على العيب او خدت قرار في العيب او خدت قرار في حاجة معينة لازم ادرسها كويس اولا انما ما بتظلمش حد لا يمكن اكون قاصد على حق مش كل اللعيبة مش كل اللعيبة يعني في واحد يجي يقولك ايه كل الناس حباي بو اخواتي مفيش كده مفيش الكلام ده مفيش كده في الحياة لا لا مفيش طبع حد انت بتستجدعه وبتحبه قريب منك وصفاته حلوة وبناسبة ليك وقريبة ليك وقريبة المكان اللي انت فيه واحد ممكن يبقى غير يعني انت بحثتش ترجمة نانسي قليلة